في رحب المدرسة الأسماق يمنزانك في رمضان ونصول عقيدتنا العظمى للمسلم تغدو قرهان بحر التبيان الوافر جاءت في أغلاة بيان وعلى نهج الدين الطاهر في كل زمان ومكان أحكام شريعتنا الأمثل تسمع علينا تزداد نرجو فيها أرقام هل ودلائلها من القرآن أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعد أحبة في الله لما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد هذه حلقات أو حلقات برنامج جحوي ثلاثين حلقة بإذن الله رب العلاء وثلين حلقة لأن الحلقة بالتسكين اللعم إن شاء الله وليس بتحريكها الثلاثون هذه أعتبرها يعني ولد أو بنت جديد من أولادي وبناتي لأن كل برنامج أعتبره ابن من أبنائي سبحان الله وببركة الله أولا ثم ببركة متابعتكم لي على مر السنوات وأنا في رمضان هذا حقيقة يبقى لي على يعني في ساحة الدعوة نصف قرن ده رمضان رقم خمسين وأنا أقول وأدعو إلى الله سبحانه وتعالى ربنا رزقنا وإياكم الإخلاص فمن خمسين سنة في مثل هذا اليوم ارتقيت المنبر على مدار نصف القرن بالماضي أرجو أن أكون يعني غير مقصر في ديني بإذن الله ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل بإذن الله رب العالمين حقيقة سوف نتابع يوميا حلقات قصيرة صغيرة كنظام الحقن بتاعت التكوي بتاع أولادنا وابنتنا لأنه لا أصبحوش زمانا أذكر السبعينات والتمينات والتسعينات كنت أجلس في المجلس ساحة ونصف الدرس الساحة ونصف تسعين دقيقة لا يغمض أحدهم جفنه من المتابعة بفضل الله سبحانه وتعالى لكن الناس قد تغيرت أصبحت على عجلة وأصبح العالم السوشيال ميديا يعني يا أستاذ خلصنا أنت عايز إيه هاتلي من الآخر فيبدو أن احنا تطامننا لهذا وأصبحت المساجد يعني نسأل له أن يعيدت عميرها مرة أخرى ويزيل الكرب في هذا البرنامج بإذن الله رب العالمين سوف نتحدث عن كل ما يخص المسلم في رمضان لا وفي غير رمضان يعني لسنا من أهل العبادات المبسمية فقط لا رمضان كشهر متميز في العام ولأنه ميزان العام كما أن الصلوات الخمس ميزان اليوم وصلاة الجمعة ميزان الأسبوع ورمضان ميزان العام والحج ميزان العمر فهذا من أحد الموازين الخمسة فهذا الميزان نريد أنه يذكر بعضنا بعضا بالله وفي الأمور الفقهية التي تعرض للمسلم في نهار رمضان أو في فقه رمضان بعض الناس مثلا يقول يا شيخ أنا الفاجر كان يؤذن الله أكبر وأنا كانت اللقمة في فمي أعمل إيه والله إن كان المؤذن يؤذن في الموعد أخرج اللقمة إذا كان يؤذن قبل الموعد ويفضل أن أنا أمتنع عن الطعام والشراب قبل الأذام بعشرين دقيقة مقدار قراءة خمسين آية ثلث ساعة هذا أفضل وكان زمان يسموه مدفع الإمساب أنا معرفش الليلات في مدفع إسهال أو الليل المهمة أنا معرفش الله الله أعلم هل في مدفع إمساب يعني نمسك عن الطعام والشراب قبل الأذام بتنسع كده إحنا في الأضمن في الأفضل هذا أمر الأمر الثاني بعض العلماء يقولون والله لو أذنوا اللقمة في فمك يجوز أن تبتلعها وصيامك صحيح لأن في حديث بهذا رؤية ولكن الحقيقة ربما للحديث أن الأذام كان قبل لأنه كان يؤذنوا في بعض البلاد كثيرة يؤذن أذنين كان أذن سيدنا ابن أم مكتوم عبد الله ابن مكتوم وأذن سيدنا بلاد فكان في أذنين وهكذا على مر التاريخ في بلاد تؤذن أذنين لكن لو أذن مؤذن الفجر في الوقت وكان في فمك شي يجب أن لا تبتلع وإلا ضاع عليك اليوم يعني التقريب يعني لأن أنت مش مفطر عمدا يعني وإنما سبحان الله لكن اللي اللي نام وصحي وأكل وشرب وشرب شيء وقهوة وفجأة ليجي الساعة تسعة الصبح وهو لا يدري الدنيا من ضد الماء أو يعني الستائر فهو إنما أطعمه الله وسقعه يعني خلاص بس إيه يمسك عن الطعام والشراب بقية اليوم يعني حرمة احتراما لحرمة الشهر ثم يقضي هذا اليوم بعد رمضان بإذن الله رب العالمين دايما يسألون عن يا أستاذ يا شيخ قطرة العين وبعض العلم المتعالمين يقولون هو إن القطرة في إيه في قطرة يعني قطرة عين هو يعيشها بقطرة عين إذا كان للضرورة فإن شغل بإذنها ليس فيها شيء ولكن من الأفضل عدم استخدامها كنقط الأذن مثلا مقطة الكتب الفقه يكتبوا كلام غريب يقول والله تفطر إذا كانت طبلة الأذن مخرومة يعني بابا فرضنا جلال إن في واحد عنده طبلة ربنا عافل جميع أنا لا أعرف في الطب يعني فإن كانت فإن كانت تصل إلى الحلق بقى صحيح كده ضاع اليوم مثلا مثلا وفي هذه ومثل هذه الأمور سوف نرى بعضا من القواعد الفقهية في هذا الشهر الكريم الذي يتهم عشان بعد كده يبدأ اسمه فقه رمضان يظل بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا بعد أن نرحل مع هذه الدنيا يظل للأجيال أن الناس تسبع في فقهيات رمضان أو فقه رمضان أو أحكام الصيام وأحكام التعوين والإفطار فيه ناس لم يفق على الالتزام إلا بعد السد الخمسين فدهه خمسة وتلاتين سنة يفطر رمضان طب يعمل إيه ده ده خمفطر عمد يا خبرابيات طب الحل ده عن كل يوم ستين يوم يا الله أو يطعم ستين مسكين إن استطاع مش طبعا يصوم ستين يوم ستين في خمسة وتلاتين سنة ده إذا عمرك عمر نوح عليه السلام أنا مش شايح صريعا لكنه العمر قصير فيطعم طيب لا يستطيع على قدر ما يستطيع وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع أما القادر طبعا يطعم على كل يوم ستين يوم هذا كفارة الإيه الإفطار العمد سبحان الله الأمر الأمور الأخرى برضو نفس القضية أن يا شيخ والله أنا أحب أحط وأنا رايح الشغل عطر على عام الفشحات بعض الناس يقول لها لا مكروه مكروه ليه حط زبنا عطر حط رائحة طيبة بالعكس الصحابة والعلماء الكبار كانوا يضعون رائحة طيبة في نهار رمضان ليس فيها شيء إن شاء الله رب العالمين فديمية لهذه الأمور سوف نعالجها نعالج أمور أخرى اللي هي أمراض القلوب والإقبال على الله وعلو والهمة والتوبة من المعاصر الكبيرة والمعاصر القلوب ومعاصر الجوارح معاصر القلوب التوبة منها صحبة لكن لازم تكون أنا مش معقولها عايش طول حياتي حسود وحقود ومتكبر ومعجب وعندي رياء وعندي أمن من مكر الله وعندي قنوط من رحمة الله وعندي حب إذاء المسلمين هذا كلام خطير لازم يعالج نفسه يوم لا ينفع عمار ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من إيه مما قلته دي العالجها في إن شاء الله في الحلقات الرمضانية بإذن الله وحلقات هذا الشهر أو هذا البرنامج أيضا سبحان الله معاصر الجوارح أمسك جريحة جريحة العين النظر للمسلمين بازدراء النظر إلى الزوجة باحتقار أو النظر إلى زوجها أنت عارف أنت أنا بنت مين أنت عارف أنا خالي رئيس الوزراء يا عم أهل السلامات يا خالي الله وأنت أهل للرجل اللي إيه فيه فالنظر بازدراء أدي كبر أدي كبيرة النظر إلى ما حرم الله أدي كبيرة سبحان الله العظيم الفضول تبص كده في إيه موبايل هل تعلموا أنه حرام شرعا أنك تنظر في محمول زوجتك والعكس صحيح برضو هل تنظر لتريح الكل ها قالوا يعني سبحان الله العظيم يعني المصيبة عارفين من من كم سنة في دولة عربية حقيقة اشترطت العروس في العقد أن الزوج العريس يعرفها البتورد بتاع الموبايل واللبتوب والمحمول والكمبيوتر بتاعه اشترطت ايه وحنا عايشين في جاسوسية او لا عايشين عايشين فيه ربنا قال ولا تجسسوا لم يستثني لزوج ولا زوج ولا اخ ولا اب ولا ابنت كل واحده خصوصية كل واحده خصوصية يا حبتي يعني عايزين نعيش اياما نسمع فيها كلاما ثم ننفذه فان شاء الله عبالعالمين انتم هتتحملون ويعني هنزوركم في بيوتكم او على محمولكم اذا جز التعبير او في البيوت على الشاشات يعني ان شاء الله في هذه الحلقات الحلقات الثلاثين عن الصيام واحكامه واحكام الجوارح والقلوب نسأل الله ان يتقبل منه ومنكم وارجو ان اكون ان شاء الله يعني ضيفا خفيفة الظل لا سقيل الظل باذن الله رب العالمين ودعواتكم ونلتقي يومين ان شاء الله باذن الله لن نكثر عليكم ولا تخافهم لن يعطيكم ساعة ونصف ورسة تسعين دقيقة لكلهم تقريبا خمس ستة انخاب كلا وتتحملون فيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحب المدرسة الأسماق يمنزانك في رمضان ونصول عقيدتنا العمى للمسلم تغدو قرهان بحر التبيان الوافر جاءت في أغلاة بيان وعلى نهج الدين الطاهر في كل زمان ومكان أحكام شريعتنا الأمثل تسمع علينا تزداد نرجو فيها أرقام هل ودلائلها من القرآن